هل ممكن اسنان الانسان اللي وقعت او تخلعت يطلع مكانها الظاهر ان الكلام ده ممكن يحصل يبدو ان المعلومات اللي عندنا واللي بتقول ان الكلام ده مش ممكن يحصل ممكن تتغير في المستقبل القريب اكتشاف ثوري تجارب ثورية من شأنها انها تغير شكل العالم كله والبشرية بصراحة لو نجحت التجارب دي على الانسان في عالم بروفيسور ياباني اسمه كاتسو تاكاشي في جامعة كيوتو في اليابان وصلوا للجين اللي بيتحكم فيه بروتين موجود في جسم الانسان البروتين ده هو المسؤول عن طلوع الاسنان عن نمو الاسنان هو اللي بيدي اوامر للعظم انه هو يبدأ يكون جواه اسنان تطلع الى داخل التجويف الفمي البروتين ده لما الانسان بيوصل للسن الاسنان اللابانية كلها بتتبدل ويطلع مكانها الاسنان المستديمة بيتوقف عن العمل البروتين ده بيتوقف عن العمل وبالتالي ما بيحصلش تاني طلوع للاسنان ما بيحصلش لا تكوين ولا نمو ولا بزوغ للاسنان مرة تانية وخلاص هي مرة واحدة الاسنان المستديمة دي لو تخلعت او وقت انتهت العالم الياباني ده والمجموعة اللي معها اكتشفوا مادة بترجع تاني البروتين ده او بتمنع توقف البروتين ده فبالتالي ممكن ينشط ويرجع تاني يتكون اسنان عملوا تجارب على الفقر والنمس ونجحت وان شاء الله من سنة 24 هيبدأوا يجربوها على الانسان وهم متوقعين ان خلال اربع لست سنوات يعني على سنة عشرين تلاتين بالكتير يكونوا قدروا يفكوا شفرة البروتين ده وشفرة المادة اللي بترجعوا تاني يشتغل ونقدر تاني نحصل على اسنان جديدة حتى بعد ما نكبر في السن ندعي ربنا ان الموضوع ده ينجح لانه هيغير شكل البشرية تحياتي لكم دمتم بصحة وعافية مع دكتور واقل طفاحة حافظوا على اسنانكم لغاية لما الموضوع ده ينجح ان شاء الله